بعد الفاجعة تأتي الصدمات تباعاً منها ما يثقل الكاهل ومنها ما يكشف المستور الذي يقف مسبباً لحريق مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية وعلى وجه السرعة التي تعكس انضباط ومهنية جهاز الاستخبارات تكشف الوثائق التي سربت عن مدرية استخبارات الذقار وأمنه عن أعداد الضحايا والأسباب وتفاصيل مثيرة الوثيقة أكدت استشهاد 64 شخصاً وإصابة 25 بحالة اختناق و15 بجروح نتيجة سقوط إجزاء من بناية العزل أثناء احتراقه لكن الخطيرة من الأسباب التي ساهمت بنشوب الحريق توثق الاستخبارات أن مركز العزل الذي أنشئ حديثاً بجوار مستشفى الإمام الحسين التعليمي والذي أطلق عليه اسم مركز النقاء المصنوع من مادة الساندويتش بانيل لم يتم إنشاؤه بالمعايير الصحية ولم يتم تجهيزه بمنظومة الأكسوجين إذ استخدمت فيه قنان الأكسوجين الخطيرة جداً عند انفجارها الوثيقة كشفت أيضاً أنه تم إرسال معلومات في الثاني من أيار الماضي للعام الحالي حول وجود سلبيات في عمل دوائر الصحة وعن وجود إرباك في عمل الكوادر الصحية في مركز النقاء بفعل تزاحم المرافقين للمرضى والعدد الكبير الذي يحتاج للرعاية الصحية ما يضطلب الخبرة للتعامل مع قنان الأكسوجين وزارة الدفاع واستخبارة الذقار ومن خلال تعاون الأمني الوثيق الذي عكس حرص الأجهزة الأمنية في الإسراع بالحصول على المعلومات والأسباب التي كانت وراء الحريق تضع الأهمية القصوى للعمل الأمني الذي يواجه صعوبات كبيرة لأجل العراقي وشعبه اشتركوا في القناة